تقرير عن مركز البحث في تغيرات المناخ الأسترالي يرسم صورة قاتمة للعالم بحلول العام 2050 فدرجات الحرارة قد ترتفع نحو ثلاث درجات مئوية بحلول العام 2050 الذي سيجعل 55% من سكان العالم في مواجهة للحرارة المميتة 20 يوما في السنة الكارثة البيئية وفق التقرير ستؤدي إلى موجة نزوح غير مسبوقة في التاريخ البشري ستصل لأكثر من مليار شخص غير أنه وفي المستقبل القريب يمكن أن نلمس الآثار المبكرة للتغير المناخي وفق توقعات الخبراء فإن ارتفاع الحرارة درجة أو درجتين على أبعد تقدير سيؤدي إلى ارتفاع مستوى البحر بسبب ذوبان الأنهار الجليدية والتمدد الحراري للمحيطات ومن الممكن أن يسود طقص شديد التطرف كموجات الحرارة والجفاف والفيضانات العارمة حيث تضاعفت نسب الجفاف في العالم خلال السنوات الثلاثين الأخيرة التأثير الكبير لتطرف المناخ الناجم عن الاحتباس الحراري سيقع على كاهل الدول الأفقر والأقل قدرة على حماية نفسها من ارتفاع مستويات البحر وانتشار الأوبئة وتدهور الإنتاج الزراعي الزراعي